السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا لليوم السبت 16 آذار مارس القمر اليوم موجود في برج الجوزاء ورحض الموجود في برج الجوزاء حتى تمام الساعة 49 دقيقة من صباح يوم الغد الأحد لا ينتقل القمر بعدها لبرج السرطان القمر اليوم موجود في منزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 9 و53 دقيقة صباحا من صباح اليوم بتوقيت جرينيش بعدها بده ينتقل لمنزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء القمر بما انه موجود اليوم في برج الجوزاء معناته التأثير بيكون على جميع الأبراج خلال هذا اليوم بنشعر بالنشاط والرغبة في الانطلاق والتحرك في شتى المجالات وفي جميع الاتجاهات بتتقلب أفكارنا وأفعالنا وأقوالنا أكثر من المعتاد وبيكون من الصعب تصديق كل وعد أو كلمة وقال علينا إكمال أعمالنا واتصالاتنا وما إلى ذلك ونحاول أنه ما نشغل أنفسنا في أمور غير مجدية يمكننا أيضا أخذ دورات جديدة أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لنادي بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم في عنا زاوية وحيدة وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة 12 وخمس دقائق بعد منتصف هاي الليلة من واجه مصاعب وعرقيلة بتطلب مننا أن نبذل جهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوذ بيفتقر البعض لشجاعة لازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزيمتنا ضعيفة ومنكون متقلبين غير راضيين كثيرين النقد والعنادة وميالين للكآبة طبعا تأثير هاي الزاوية رح يستمر حتى ساعات الظهر بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم عنا الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وأنبيب الشعب الهوائية والرياتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل طبعا هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية عشان هيك إذا شعرنا بأي شيء غير اعتيادين راجع طبيبنا ما بجوز إجراء عمليات جراحية كبرى لهاي الأعضاء إلا إذا كانت إضطرارية باقي أعضاء الجسم طبعا ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الجوزة زي ما حكينا خلو المسار يوم الغد رح يبدأ الساعة أربعة واثنين واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش ورح ينتهي الساعة تسعة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر بعديها لبرج السرطان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمره ست أيام في تمام الساعة 7.43 دقيقة صباحاً بصير سبع أيام نسبة الإضاءة 47% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم 23 منتحس الآن بنسبة 10% ساعات الفجر منتحسي بنسبة 25% ساعات الظهر منتحسي بنسبة 50% القمر في الجوزاء حتى يوم 17 ثلاث سعيد الآن بنسبة 5% ساعات الصباح سعيد بنسبة 15% عطارد في الحمل حتى يوم 1 أربعة سعيد بنسبة 15% والزهرة في الحوت حتى يوم 5 أربعة منتحس بنسبة 25% المريخ في الدلو حتى يوم 22 ثلاث منتحس بنسبة 10% المشتري في الثور حتى يوم 25 خمسة منتحس بنسبة 10% وزحل في الحوت حتى يوم 29 ستة سعيد بنسبة 15% وأورانوس في الثور حتى يوم 1 تسعة سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 2 سبعة سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 2 خمسة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنشطه في مجال السفر والاتصالات بتطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها فما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليون والدبلوماسية في التفاوض والحوار بتكثر الزيارات والتنقلات برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم اتجنبوا النفقات ممكن تقلق بشأن مصاريف لتصليحات أو لاستحقاقات مالية اتجنب نزوات التسوق وحاذر من تهديد الاستقرار المالي بالتقلبات وممكن تنشغل بمسائل مالية متنوعة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء اليوم انتو عندكوا قدرة على مواجهة مشاغلكم وانجاز الكثير منها وبتلمس انفراج وبترتفع معنوياتك بشكل ملحوظ وبتواجه الواقع بمنطق وعزيمة وبتنطلق ممكن تتلقى جواب اليوم وهاي الفترة بتتوضح فيها كثير من الامور لعلك وبانتظارك لقاء أو مرحلة جديدة برج الصرطن بالنسبة لموليد برج الصرطن بنال التعب منكم ضعوا سلم لاولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا كثير لغذاءكم وراحتكم ابتعدوا عن الأجواء الصاخبة والمشحونة بالانفعالات خذ قسط من الراحة لأنه ممكن تعيش شوية في بعض الأوقات بعض الصعوبة وحاذر من الفشل والالتباس أو التراجع الصحي برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء وهي فترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد من أحدهم أهم شيء أنه اليوم أنك تنتبه لأنه ما رح تقدر تنجز أعمالك بشكل كامل دون واسطة أو تدخل من أحدهم استشير أهل الاختصاص ابتطمئن مخاوفك وبتفرح لحمل التأييد ودعم لقضيتك أهم شيء أنك ما تستسلم بل تفاءل بالخير برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل وقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ كون على قدر المسئولية وما تتردد بطلب رأي أو مساعدة أحدهم دع خجلك جانبا وعبر عن آراءك بثقة وجراءة واتجنب الكلام الحاد والقارص برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان اللي بدي يتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد هاي فترة حافلة بالنشاطات على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات والسفريات والامتحانات وابحثوا عن الحلول اللي بترضي الآخرين ممكن تضطر للتراجع عن موقف ما تكثر الانشغالات الإدارية ولكن بدك تحاذر من بعض المتاعف الصحية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة وسارعوا لترتيب أوراقكم وملفاتكم تحتاج لخبرة أحدهم لإنقاذك من ورطة أهمش أنك ما تبقى وحيد وما تتقوقع على نفسك شارك في كل النشاطات وبادر لتصحيح الأخطاء برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة وهي فترة شوي فيها بعض الصعوبة بتثقل خلالها الهموم والمسؤوليات وبتعيش لحظات صعبة ومحرجة وبتعاكسك الظروف وممكن تظهر معاكسات كبيرة وتعتبر من أصعب أيام الشهر أهم شيء إنك ما تخالف القوانين وما تكون ساخر برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم وحاذروا من التراجع الصحي باكروا لعملكم وحاولوا أنك تتركوا مساحة للغير للتحرك باستطاعتكم حسم الأمور لصالحكم واتخاذ قرارات جريئة إذا كنت مستعد لذلك برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا وبتكثر التنقلات والزيارات والاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا وممكن تعيش فرحة ونجاح ولكن ممكن تضطر لمساعدة أحد أولادك أو أحبائك بمسألة ما بيفاجأك أحدهم بالوقوف لجانبك حاول أنك تكون شاكر لإله وما تنسى رد الجميل برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتنهمكوا بأمور إلها صلة بالبيت والعائلة وبتخصص وقت مهم لعائلتك ولشؤونك الخاصة أهم شنك ما تتسرع في الحكم على الأمور والأشخاص ممكن تعاني من سوء تفاهم أو شك وبعضكم ممكن يهتم بمسائل عائلية داخلية أو بعض الأعطال المنزلية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر